لما كنت باجي لحضرتك طبعا كنت ببسط اللي فنان زي حضرتك بيدعم اللون المارجان وهو جديد وكده لان في ناس حربته جامد اوي زمان وبيتحارب لحد دلوقتي وما خادش حقه تخلى واحنا مسلا في حتة تانية في مكان تاني كان المارجان ده اتسجلها اللي هو الماد الفكري والكلام ده يعني لو فيه بس انت عارف بس انا ببسطت من فنان زي حضرتك وفكري تاني وفي حتة تانية كنت مبسوط بالمازيكة وكنت يعني عندك امان للشباب دي رايحة والمازيكة دي هتعمل شوف من امتى تحب تقول ايه عن الفيديو ده؟ هو ففتي بالنسبالي ففتي واستادات ومن بعديهم اوكا وارتيجا او في نفس الوقت هم دول يعني المؤسسين الفن الغناء بتاع المهرجانات او الالكترومهرجان انا قد وما زلت شايفوا لون غنائي اصيل مصري مش مش مسروق ولا مستوحى من اي حاجة مستوحى من بيئة مصرية فرضت الانفراضات بتاعتها ولغاتها والمازيكة بتاعتها او طريقة رأسها وده كان اول صوت يطلع يعبر عن الشباب اللي في الحراط وما كانش هم ليهم صوت يكانش ليهم اغير الصوت الشعبي فانا شايف ان الحركة دي والموجة دي كانت من افضل واحسن الحاجات اللي حصلت في تاريخ الغناء المصري وربما مش هيبان ده الا بعد ما هيعدي بس بعض العقود هنرجع نبص على ده وهنفهم قد ايه ده كان حاجة اصيلة وحاجة حقيقة جدا وحاجة مهمة جدا والحاجة دي مقدرة في المهرجنات الاغاني العالمية في اوروبا وفي امريكا في كل حتة اكتر من عندنا مليون في المية